اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن عدل عبد الرحمن ازاي كابتن عدل اهلا كابتن اسلام اهلا بيك الله يخليك اقلم بيك ماتش الهلال كيف ترى وكيف ترى هذه المباراة الصعبة يعني خلينا ارجع بيك لكاس العالم الاندية انك انت تخرج من بطولة لبطولة دي هي الصعوبة تاكتكيا يعني دي رقم واحد رقم اتنين تغيير النومة اللاعب من كاس العالم ترجع مصر وبعد ان تروح على مطش السودان دي فيها مشكلة كبيرة قوي بالنسبة لللاعبين يعني هي مباراة صعبة ومقاييسها كلها صعبة وتحضيرها صعبة جدا وانك تخرج من بطولة لبطولة فيها صعوبة برضو كم الجاري وكم القوة اللي كانت في كاس العالم الاندية والما والثلاث مطشات اولا انت لقبت اربع مطشات منهم ثلاث مطشات تقال جدا منهم اخر مطشين ريال مادريرو وفرامانكو كانوا فيهم كم جاري كبير قوي فبرضو فيها صعوبة طريقة التاكتكس اللي انت هتقابل بالهلال انت كنت بتلعب بطريقة اخرى قدام الريال وقدام فرامانكو وقدام سياتل فانت بتتكلم على تغير شامل انك انت خارج من بطولة بطولة وهي دي الصعوبة دايما في الناد الآلي وممكن انا كنت دايما اقولها لما يبقى عندك بتحارب على اربع جبهات بس اربع جبهات مختلفة انت بتلعب على كاس علام قندية انت عاوز تعمل مركز ففي ليه طرق اللعب بعدين بتلعب في دوري انت عاوز تجمع نقاط لدوري تلعب بطريقة تلعب كاس مصر المباراة الواحدة عشان تخرج او تطلع ليها طريقة افريقيا عشان تجمع ابنته انت بتلعب في دوري المجموعات برضو ليها طريقة فكل الحاجات دي نادي الاهلي الوحيد اللي يقدر بكلمك في مصر يعني خلينا نتكلم ونبقى منطقي اللي يقدر يتحول من بطولة لبطولة 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 رغم انه بيلقى فيها صعوبة يعني انت بقالك سنتين بتجني اللي بيحصل فيك ده في بطولة الدوري بغض النظر عن الفار وضيعة الـ 18 بنت في الدوري اللي راح اللي قبل اللي فات واللي قبل بس انت بتجنيها بتبقى فيه اجهاد بيبقى فيه حاجات كدير لانك بتتحول من بطولة لبطولة 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 دي فيها صعوبة وصعوبة كبيرة جدا لا يستوعبها الا نادي كبير عنده مجموعة لعبين جيدين عنده مجموعة لعبين المفترض انه هو بيجازم بس انا شفت السنة دي فيه يعني فطنة للامر ده شوية فيه التريح فيه مجموعة لعيبة جات كويسة اوي وده كنحظك فيها يعني لما التدعمات الكويسة اللي جات اولا عملت حاجة في الفرقة جميلة جدا عملت تنافس عالي اوي علت مستوى اللي موجودين اصلا لانهم صفقات نجحة وخد فيه فرق ما بين صفقة وصفقة نجحة انت جبت الصفقات نجحة بيلعب بيلعبوا وبيقدوا ممكن يكونوا الايام القادمة ممكن هيبقى لهم دور اكبر من كده ولكن الاندية الكبيرة لما بتجي تستقطب لعبين مش لازم يبقى أساسي لما بتجي تجيب لعيبة دايما في الانتقالات الشتوية الاندية لما بتجيب لعيبة مش لازم الاندية الكبيرة مش لازم هيكون هيبقى أساسي مية في المية ممكن يبقى احتياته بينزل يعملك دور وبيعملك شكل فانا شايف انه مباراة صعبة سؤالك يعني هي مباراة صعبة محتاجة يعني قوة من لعبة النادي الاهلي ومحتاجة انها تنسى اللي حصل بعد الكبيرة العالم الاندية وتحول بقى زهنها او التحضير للمباراة الهلال طيب من وجهة نظرك مرسيل كولر كيف يتعامل مع هذه المباراة يعني يمكن اننا عركت في الكلام بتاع على المفترض اللي بيحصل ان انت بتغير فكر اللاعب من انك انت رايح تلعب مباراة هدفك من المباراة ايه اكيد اكيد احنا النادي الاهلي دائما هدفنا رقم واحد المكسر ولكن لو ما جاش المكسب انك ما تخسرش ودي حاجة مهمة جدا فهو بيكون قادرة واحد بفرقته هل العيبة اللي هتلعب للهدف اللي هيعمله هو هيختارهم ازاي دي بتاعته برده هيفرق شكل الهلال يا كابتن يعني الهلال على الجانب الاخر قول مباراةه هزم وبالتالي هو بيعتبر ان بدايته الحقيقية في مباراة الاهلي واكيد اي فرقة بتلعب النادي الاهلي في الطولة الافرقية لا دا زيادة على كده كمان ان انا اتغلبت اول مباراة كانت اهلال فبدور بقى ان انا ازاي ارجع للمجموعة تانية اشتركوا في القناة